لكل حقٍ طرفاء باطل إفراطٌ وتفريط غلوٌ وجفاء وليست مأساة إخواننا في غزة بمنآ عن هذا المعنى نرى بعض قسات القلوب غارقون في لهوهم ولعبهم وعبثهم بينما إخواننا في غزة غارقون في دمائهم وعلى النقيض من ذلك نجد أقواماً يهاجمون كل نصيحة تُبَيِّن للناس أحكام صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وعبادتهم لربهم سبحانه وتعالى على اعتبار أن هذا الحديث هو خُذلانٌ لغزة غزة في قلوبنا ومأساة المسلمين تقض مضاجعنا ولا نقبل الاستشراف من أحد وهؤلاء الذين لا يعجبهم الحديث في تصحيح العبودية لله سبحانه وتعالى هم جاهلون في حقيقة الإسلام ويعيشون في افتراضات وكأنهم حين تسمع كلامهم هذا يُخيَّل إليك أنهم تقمَّصوا شخصية خالد بن الوليد حاملًا سيفه الشهير ممتطيًا صهوة جواده على مشارف القدس ولم يسألوا أنفسهم أنت ماذا فعلت؟ أنت أنت ماذا فعلت؟ يُخيِّل إليك حين تسمع كلامه أنه بذل كل ماله لغزة وأغلب هؤلاء يبخلون في النقير والقطمير إلا من رحم الله وتجد كثيرًا من هؤلاء بل أعرف من هؤلاء من هو مدمنٌ على المسلسلات والأفلام والمباريات ثم ترى حين يسمع تصحيحًا لعبادة الناس في صلاتهم وصيامهم وزكاتهم التي لن ينتصر فيها إلا في معركتهم مع الباطل إلا بها تجده يغضب ويقول بأن هذا خذلان لمسات غزة وهذا في الحقيقة جهل في شمولية الإسلام العظيم الذي هو عنصر مهم جدًا في إثبات أن هذا الدين هو من عند الله وأن لهذا الإسلام الهيمن على جميع الأديان المحرفة وهل ثبت إخواننا الأبطال في غزة لخمسة أشهر هذه أقسم بالله معجزة قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أقسم بالله سمودهم المذهل لأكثر من خمسة أشهر في بقعة صغيرة لا يوجد فيها أي عمق استراتيجي ولا جغرافي خمسة أشهر مجرد ثباتهم هذا أعظم دليل لهذه الأمة لو كانت تسمع وتبصر وتعقل وهل ثبات إخواننا في غزة لخمسة أشهر إلا بسبب إدراكهم أنهم لن ينصروا إلا بدخولهم في السلم كافة أي في الإسلام كافة يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ألم يكن صبرهم وثباتهم وكفاحهم ونضالهم وجهادهم إلا بسبب تمسكهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وعلى النقيض من ذلك نجد من تخلى ونبذ كتاب الله وراءه ظهريا يصرح بنسانه بأنه يعيش تحت بصطار المحتل وصدق هو قالها وصدق يعيش تحت بصطار المحتل لكنه لم يدرك ما هو السبب في أنه يعيش تحت بصطار المحتل لأنه فقد ثقته بربه ودينه ففقد ثقته بنفسه والذي لا يعرف ربه لا يعرف نفسه والذي لا يعرف نفسه لا يعرف ربه إن الصراع بين الحق والباطل طويل وسياسة حرق المراحل يفرح بها المحتل الصهيوني المحتل يدرك تماماً أن الصراع طويل هو يريدك أن تعيش في النتيجة وليست السبب فتغرق في دوامة النتائج هو لا يريدك أن ترجع إلى الوراء لتعرف أين بدأ الانحراف غزة نتيجة وليست سبباً الأمة خذلتها حين أضاعت أمر ربها إن الجيوش تدرك أهمية الدعم اللوجستي تدرك أنها بدون الدعم اللوجستي ستهزم لأن المجاهد الذي يريد تحرير وطنه والدفاع عن دينه وعرضه وشرفه وكرامته هو لا يقاتل بالسلاح فحسب إنما يقاتل بالقلب أولاً والقلب البعيد عن الله قلب مكسور وماذا يصنع سيف شهير يحمله قلب كسير إذن العودة إلى الله هي الخطوة الأعظم لتحقيق النصر الأكبر وهذا النسيج المذهل في تداخل الأحكام الشرعية نجده واضحاً في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء فالله سبحانه وتعالى لم يأمر الصحابة في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إلا حين أسس بنيان اليقين في قلوبهم فبدأ السورة بقوله سبحانه وتعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل المتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يصح بوصلتهم ثم بعدها ذكر الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم بعدها ذكر المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفساً ما يشعرون ثم ذكر بعدها قصة ابتداء الخلق وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ثم بعدها قال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لا يغفل عن تصحيح أمر الصلاة لا يغفل عن ذلك لذلك قال بعدها بعد سيقول السفهاء بعدها بصفحة بوجهين قال في آخر الوجه الثاني بعدها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياناً ولكن لا تشعرون لأن الذي لا يصبر على الصلاة لا يصبر على الجهاد لذلك هو يربي الأنفس هو يربي الإنسان من الداخل وفي هذه السورة العظيمة ما بين وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وبين قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ بين هاتين الآيَتين وأتموا الحج والعمرة لله بين هاتين الآيَتين الحج أشهر معلومات لأن الإسلام والقرآن دين متكامل فهو يدخل أحكام الحج في داخل أحكام القتال عند أهل الباطل لا صوت يعلو فوق صوت المعركة أما عند أهل الإسلام لا صوت يعلو فوق صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله وحين تستسلم لله لن تستسلم لأحد من خلق الله وحين ترفض الاستسلام لله ستعيش كما قال وصدق تحت بصدار المحتل لذلك في آخر السورة ماذا قال سبحانه وتعالى في آخر السورة بعد أن ذكر أحكام الخمر والميسر والحيض والنكاح والطلاق والخلع والإلاء وعدة المرأة المطلقة زوجها والمطلقة والمتوفى عنها زوجها والرباعة والحضانة والربا والصدقة والإشهاد على الدين قال في آخر السورة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هو لم ينسى المعركة مع الكافرين لم ينسها أبدا لكنه يريد تأسيس أن يضع في يدك مصادر النصر والقوة التي من دونها لن تستطيع أن تنتصر لذلك بعد هذه الأحكام الكثيرة الذي يستسلم لها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن شرطية لا يتحقق جواب الشرط إلا بتحقق فعل الشرط إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم لكن هؤلاء الغارقون في مثالياتهم لا يدركون ذلك هو يظن أن غزة سببا لا ليست سببا لا تستطيع الأمة أن تنصر غزة لأنها ميتة من الداخل إفهم سياسة حرق المراحل هذه لا يتبعه إلا الجهال ننصر غزة وندرك أن مفتاح النصر عودة الأمة إلى الله سبحانه وتعالى وكما أثبت ورسخ ذلك كذلك في سورة آل عمران في خلال المعركة ويشدرك المعركة العظيمة وإذ غدوت من أهلك تبو المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا لا تأكلوا الربا وضعفوا مضاعفوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال بعدها وسارعوا لم يقفل حتى عن المنظومة الإيمانية والمنظومة الأخلاقية في خضم المعركة لأنك لن تنتصر في المعركة مع العدو الخارجي إلا إذا انتصرت في معركتك الداخلية مع نفسك ومع الشيطان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكذلك فعل في سورة النساء أيضا هو لم يقل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا إلا بعد أن أسس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال بعدها وآتوا ليتام أموالهم وقال بعدها وآتوا النساء صدقات النحلة وقال بعدها يوصيكم الله في أولادكم للذكلم التحظ الأنثيين في تشريع مذهل في توزيع الميراث لا يوجد له مثيل في جميع الأديان استسلم لأمر الله كي ينصرك في معركتك مع عدو الله فإن لم تفعل عشت كما عاشوا تحت بصطار المحتل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل أجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحاً مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم صلى وسلم على حبيبنا وقرة عيننا محمد صلاةً دائمةً سرمدية ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم أن أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الحبي لك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فالرجت اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة والشام وجميع بلاد المسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا وانصر بهم الإسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا وانصر بهم الإسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا وانصر بهم الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين أمناً وأماناً سلماً وسلاماً يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجلي واجلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجلي واجلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله